السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم متابعين القرآن ومتابعين لقناة من الآخر وخلاصة لأول مرة زارتنا في القناة رأيت تشترك في القناة بضغط على الزر الأحمر أسهل الفيديو مكتوب على الاشتراك او سبسكرايب ارزع عليك متل الفيديو وفعل زر الجرس لأصلك كل جديد وتعلم نتكلم كده عن مباريات اليوم السابت 14-11-2020 في الجولة الخامسة من دور الأمم الأوروبية خلنا نتكلم عن نتائج المباريات ترتيب المجموعة ترتيب الهدفين طبعا كان عندنا مباريات قوية جدا وهتشتكمل الجولة غدا بإذن الله تعالى اليوم السابت 14-11-2020 الجولة الخامسة من دور الأمم الأوروبية 2020-2021 ملطا فازت على أندورة 3-1 سان مارينو تعادلات أمام جبل طارق 0-0 أزرويجان تعادلات أمام الجبل الأسود 0-0 كبروس فازت على لوكسنبورج 2-1 لاتفيا تعادلات أمام جزر فارو 1-1 البرتغال خسرت من فرنسا 1-0 الحقيقة أنا شفت جزء كده من المباراة دي طبعا كنت بشوف شوية من منتخب مصر وشوية هنا البرتغال كريستانيو كان بيلعب كويس جدا وكان وقع أكتر من مرة عند منطقة الجزاء كان بيطلق ضربات جزاء كتير ولكن الحاكم ما كانش بيلبي الحاكة زي كده لحد ما أنجولو كانتي أو نغولو كانتي في دي 54 أحرز هدف فرنسا ودي الحتة اللي أنا شفتها وزي الفل كده عسل زي الفل يعني فازت فرنسا لبرتغال 1-0 في الجولة الخمسة من دور الأمم الأوروبي أحرز الهدف نغولو كانتي أو نغولو كانتي في دي 54 السويد فازت على كرواتيا 2-1 أحرز الهدف للسويد دي جان كوليزفيسكي في دي 36 وماركوس دانيلسون في دي الثانية من الوقت وضع في شوط الأول وهدف كرواتيا جاء عن طريق ماركوس دانيلسون هدف مرمى بيلعب للسويد في دي 82 ألمانيا فازت على أوكرانيا 3-1 أحرز هدف ألمانيا يوري ساني في دي 23 تيمو فيرنر في دي 33 والدي 64 هدف أوكرانيا عن طريق رومان يارامينتشوك في دي 12 وسويسرا تعدلت أمام اسبانيا 1-1 أحرز هدف سويسرا ريمو فيريلير في دي 26 وهدف اسبانيا عن طريق جيراردو مرينيو في دي 89 جدا روبوتين جزاء لسيرجو رامس زي ما أنا شايف قدامي كده في دي 57 وفي دي 80 ووضح إن الاثنين ضاعوا شعرف راموس مجبهد للنهار ده بعين خلنا تعرف على الترتيب مجموعات دور الأمم الأوروبية بعد انتهاء مباريات اليوم وبإذن الله تعالى تستكمل باقي المباريات غدا الأحد 15-11 بالنسبة للمجموعة الأولى من دور الأمم الأوروبية عندنا في الصدارة بولندا في الصدارة في مركز الأول ب7 نقاط لسه ملعبتش لسه الجولة الأولى ما تلعبتش خالص المجموعة الأولى ما لعبتش خالص أي مبارا في الجولة الخمسة بولندا في الصدارة ب7 نقاط إيطاليا في مركز الثاني ب6 نقاط هولندا في مركز الثالث ب5 نقاط البوسنة والهارسك في مركز الرابع بنقطتين اشتركوا في القناة بص تقدر تقول البرتغال رخرة تأهلت يعني الاتنين تأهلوا كده زي الفل يعني ماشي خلاص فرنسا وبرتغال هم اول متأهلي من المجموعة الثالثة جماعة ده خده كده حاجة مني ليك المجموعة الرابعة المانيا في الصدارة في مركز الاول بتسع نقاط اسبانيا في مركز ثاني بثمان نقاط اوكرانيا في مركز ثالث بست نقاط وسويسرا في مركز رابعة الاخير بثلاث نقاط ولسه ما رغم انهم اللاعبوا الجولة الخامسة لسه الملابح مش بينة في المجموعة دي اما المجموعة الخامسة او المجموعة بي وان يعني هم مقسمينها اي وان تو سري فور وعدكها بي وان تو سري فور تعرفوا ما كان مجموعة اصلا هتشوف دلوقتي بي وان عندنا النرويك في الصدارة بتسع نقاط النمسا في مركز ثاني بتسع نقاط رومانيا في مركز ثالث باربع نقاط ايرلندا الشمالية في مركز الرابع بنقطة وحيدة ولسه المجموعة دي ملعبتش خالص المجموعة بيتو اسكوتلندا في الصدارة في مركز الاول بعشر نقاط التشيك في مركز ثاني بستة نقاط اسرائيل كان السهين القزر مركز ثالث بخمس نقاط اسلوفاكيا في مركز رابع الاخير بنقطة وحيدة تقدر تقول اسكوتلندا تأهلت يعني اصلي فاضل لا لسه 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 ملعبوش لسه المجموعة بيتو دي لسه ملعبتش اي مباراة في الجولة الخامسة في بتاني لسه مفيش تأهل ولا يحك بالنسبة للمجموعة بي سري روسيا في الصدارة في المركز الاول بثمان نقاط المجر في المركز الثاني بسبع نقاط تركيا في المركز الثالث بثلاث نقاط سربيا في المركز الرابع بنقطتين ولسه محدش لعب في المجموعة دي المجموعة الخامسة ملعبتش المجموعة بي سري بي سري ايوة ملعبتش لسه في الجولة الخامسة بالنسبة للمجموعة او بي فور مجموعة بي فور ويلز في الصدارة بعشر نقاط فنلندا في المركز الثاني بتسع نقاط ايرلندا في مركز ثالث بنقطتين وبولغاريا في مركز الرابع والاخير بنقطة وحيدة ولسه برضو ما لعبوش في الجول الخمسة بالنسبة للمجموعة C1 الجبل الاسود في الصدارة في مركز الاول بعشر نقاط لكسنبورج في مركز الثاني بتسع نقاط ازربيجان في المركز الثالث بخمس نقاط وكبرص في المركز الرابع باربع نقاط تقدر تقول يا سيدي اه يعني الجبل الاسود لكسنبورج تأهله تمام كده عندك بقى مجموعة C2 شمال مكدونيا في الصدارة في مركز الاول بستة نقاط جورجيا في مركز الثاني بستة نقاط ارمينيا في مركز الثالث بخمس نقاط واستونيا في مركز الرابع والاخير بنقطتين ولسه المجموعة دي ما لعبتش الجول الخمسة المجموعة C3 سلوفينيا في مركز الاول بعشر نقاط اليونان في المركز الثاني بثمان نقاط كوسوفو في المركز الثالث بنقطتين ومولوظوفا في مركز الرابع والاخير بنقطة ولسه بردو المجموعة دي ما لعبدش الجاولة الخمسة المجموعة سيفور عندك باللا روسيا او روسيا الشمالية اا في ما العبتش في سبع نقاط البني수 مركز الثاني بخمس نقاط طولية في المركز dynamic في فخمس نقاط كذا خستان في المركز الرابعة باربع نقاط ولسه بردو ما لعبيوش في الجاول الخمسة عندك بقى المجموعة Fill車 في لعبة الجاولة الخمسة كلهم جزر فيarوف الصدعة في مركز الاول ب 11 نقطة ملتة في المركز الثاني بثمان نقاط لادفيا في المركز الثالث باربع نقاط واندورا في مركز الرابع بنقطتين وتقدر تقول اندورا ولادفيا روحوا وجزر فرو وملطة هما اللي تأهلوا طيب بالنسبة للمجموعة دي تو لسه ما لعبوش اصلا ما بيلعبوش ست جوالات زي حالتنا وبيلعبوا اربع جوالات بس تقريبا هما ثلاث مجموعات يعني تلات فرقة بس جوال تارك في الصدارة بسبع نقاط لختنشتاين في مركز الثاني باربع نقاط واسان مارينو في مركز الثالث بنقطتين خلينا نتعرف على ترتيب الهدفين بعد هذه المباريات اليوم السابت 14-11-2020 عندنا في صدارة هدافي دور الأمم الأوروبية بعد انتهاء مباريات اليوم السابت 14-11 في الجولة الخمسة بدأت الجولة الخمسة من دور الأمم الأوروبية في الصدارة إيرلين غالند لاعب النرويج في المركز الأول بستة أهداف في المركز الثاني إيران زهافي لاعب الكيانة الصهين القذر بخمسة أهداف في المركز الثالث تيمو فيرنر لاعب ألمانيا بأربع أهداف يتساوى معه هاريز فوكيتش لاعب اسلوفينيا وكليمنت أولسن لاعب جزر فارو في المركز الرابع ألكساندر سورلوس لاعب النرويج بثلاثة أهداف وجوتا لاعب البرتغال اللي هو الرجل الشائل اللي بتاع الفربول بثلاثة أهداف وروميلو لوكاكو لاعب بلجيكا ودانيل سيناني لاعب لوكسنبورغ وفريدريكو بنسين لاعب فنلندا ورونو سبينان لاعب اسيتونيا وستيفان يوفيتش لاعب أي يوفيتش لاعب الجبل الأسود وفي المركز الخامس ألكساندر ميتروفيتش لاعب سربيا بهدفين ونيكولا فلاسيتش لاعب كرواتيا عذرا في الإتش ديماشي وروبرت الفندوبسك طبعا نيج مبارن منيخ لاعب بولندا بهدفين أيضا وفي المركز الخامس أيضا أنتون ميرانتشوك لاعب روسيا بهدفين ويورجون ديجباريلي لاعب ملطة وميكايل غيروغريتش لاعب النمسا وريان كريستي لاعب اسكوتلندا وإيفانوفيتش لاعب الجبل الأسود متبعا الكرام كان معكم محمد نوردين من قناة من الآخر وخلاص قدمنا لكم ترتيب مجموعات أمم الأوروبية بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 14-11-2020 مع بداية الجولة الخامسة من دور الأمم الأوروبية اشترك في القناة بدغط على الزر الأحمر أسهل الفيديو مكتوب على الاشتراك واسبسكرايب اعمل لايك الفيديو وارزع عليك متل الفيديو فاعل زر الجرس لأصل لك كل جديد نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعود بقى على طول الفيديو بالنسبة للحاجات بتاع الترتيب المجموعات والنتائج والكلام ده ماشي؟ يلا سلام عليكم